أسعار البطاطس تنخفض بشكل مفاجئ اللي تطلب بتحسم السعر حاتم النجيب نائب رئيس شعبة الخضروات والفكهة في غرفة القاهرة التجارية قال لأحد الصحف المحلية أن أسعار البطاطس شهدت نزول طفيف الأسواق مع بداية الأسبوع ده النجيب وضح أن سعر كيلو البطاطس دلوقتي بيكون ما بين 15 و 20 جنيه في سوق الجملة وده مقارنة بسعر 20 و 25 جنيه الأسبوع اللي فات قال إن نزول الأسعار ده لإيه اللي تطلب بسبب غلاء أسعار البطاطس وضعف القوة الشرائية عند الناس كمان أشار إنه رغم نزول الأسعار الأسعار لسه مرتفعة مقارنة بنفس الفترة من السنة اللي فاتت الأسعار في الأسواق بتتراوح ما بين 25 و 30 جنيه لكيلو حسب كلام النجيب مصر بتزرع حوالي 400 ألف فاتدان بطاطس والزراعة بتتم في 3 عروات العروة النيلية اللي بتتزرع في أواخر أغسطس وستمبر وبعدها العروة الشتوية اللي هي الأساسية ودي بتتزرع في أكتوبر ونوفمبر والاتنين بيتزرعوا بتقاوي كسر محلي وبعد كده العروة الصيفية اللي بتتزرع في ديسمبر لحد أواخر فبراير ودي بتتزرع بتقاوي مستوردة من الاتحاد الأوروبي حسب تقارير وزارة الزراعة